ثم نأتي إلى التلاميذ تلاميذ يسوع المسيح لحظوا معي عدة أمور وخلي في بالك إحنا في عدتنا الشرقية متأثرين في الديانات الشرقية التلاميذ تلاميذ المسيح لم يثوروا ضد الرمان رغم أشد العذابات والإضطهاد المرير ومع كل هذا لم نراهم يثوروا ثم نرى التلاميذ لم يقتلوا أحدهم الآخر ما في تلميذ كان بيغتال تلميذ آخر لم نرى التلاميذ يجمعون الأموال والخيل والنساء بل حياتهم شبيهة بالرب يسوع المسيح لم نرى أتباع يسوع المسيح يكفرون أحدهم الآخر لم نرى برسالتهم أي إرغام لقبول المسيح لم يستخدموا السيف ولم نرى انتقام للذين رفضوا المسيح كانوا يؤمنون مملكة المسيح مملكة روحية لم نرى رسالة التلاميذ مجرد فرائد قوانين بل تغيير معجز في حياة الإنسان إذ يولد الولادة من فوق الولادة الروحية بعمل إلهي خارج إذ ينتقل الإنسان المؤمن من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة الحياة الجديدة الحياة الأبدية الحياة الفضلة في هذه الحياة الفياضة مليئة بالبركة والحياة الأبدية تبتدع حياة الله من خلال قبولك إلى الحياة الأبدية تعرف حبائي؟ بل بالعكس نرى شاول الترسوسة يتحول من إرهاب ديني إلى رسول المحبة والنعمة للجميع وفعل الخير تعرف حبائي إلى اليوم لا نرى أي إنسان آمن بيسوع المسيح إلا وتغيرت حياته مليئة بالمحبة بالسلام بالراحة بقوة حضور الله لا نرى الشتائم أو الحلفان أو الكذب أو ما شابه ذلك للعنف ولا القتل ولا الشهوة طبعا أنا لا أتكلم من الإنسان غير كامل لا معرضين لكل هذه الخطايا ومنخطيها ولكن أقول إن حياة الإنسان تتغير بنعمة الله ولكن ما بتشوف واحد مؤمن حامل سيف أو حامل مسدس حتى يقتل شخص آخر يمكن تقول لي في ناس بالجيش والحروبات هذا موضوع تاني لكن المؤمنين بالمسيح بيتشبهوا بيسوع المسيح مرة تانية بكرر أنه المسيحية ليس فيش اسمه دولة مسيحية فيش اسمه ملكوت الله ملكوت الله عندما تتوج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان وأيضا عندما تقبله مخلصا شخصيا لحياتك فتتغير تصبح حياتك سلام محبة فرح مسامحة وقبول الآخرين وليس العنف حياتك بتصير مرحة فرحة أمام الناس مش كئيبة ولا وحشية ولا افتراس ولا عنف ولا قتل هذه كلها صفات الشيطان موسيقى موسيقى